لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد بلا أدنى شك أنه تحدثنا كثيرا عن الطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجمهورية وكانت طريقة غبية جدا هذا في أقل الأحوال وإن كان هذا اللي قدروا عني هذا وش حلبة البقرة لا مكانش ثقافة الدولة مكانش احترام أولا للرئيس ثانيا للرئاسة وثالثا للشعب من المفروض نقول أولا للشعب وثانيا للرئيس وثالثا للرئاسة أو العكس أولا للشعب وثانيا للرئاسة وثالثا للرئيس من المفروض تكون هكذا ولكن للأسف الشديد أن السلطات الجزائرية تعاملت بطريقة غبية جدا ارتدت سلبا على المسار برمته ومن يقول بأن ما حدث لن يؤثر سلبا على المسار فهو يكذب عليكم لم تعد هناك ثقة بين المواطن وبين الحاكم بين المحكوم والحاكم بين الشعب والسلطة لم تعد هناك ثقة كيفاش الجزائر خرجوا في فيفري 2019 وطالبوا بالتغيير جات المؤسسة العسكرية وعطات وعود كانت تحت قيادة القايد صالح وبدأت في المسار الشعب هناك انقسم هناك لم يفق أصلا في هذه السلطة وهناك من فضل التريث لا كذبها لو ثق فيها وهناك نسبة وافقت في السلطة بحذر شديد وهناك نسبة من الطبالين والمزمرين اللي دائما مع السلطة مع الواقف وخلاص وصيبهم هذا ما لا يعول عليهم في بناء دولة ولا في صناع التغيير ولا في أي شيء هذا ما عبارة عن غوغاء موجودين في الواقع الحقيقي موجودين في الواقع الافتراضي ورانا شفناهم رانا شفناهم وللأسف الشديد يجي مواطن جزائري عادي بإمكانياته الشخصية يحاول يوصل الجزائريين محلن يعيش في الغرب ولا يعيش في الشرق ولا يعيش وين يعيش يجي يتكلم الجزائريين ها هي أخطاء السلطة يجيوا كان غوغاء هذو كائن هم طبقات هناك جنود أو جيوش إلكترونية ممنهجة ومنظمة تابعة إلى جهات معينة تستهدف كل صوت يكشف عيوب السلطة وهناك أصلا لجبل على هذه الشيطة وعلى هذا التزلف للحاكم لم يطلب منه شيء يجيك أنا أعرفهم أشخاص جاوا شتموني والله يعيشون في أقصى الشرق في ظروف بائسة فقط لا عنده حتى رئيس البلدية لم ينل شرف اللقاء به ياسي بين قوسين كلمة الشرف ما ألقاش ولكن يجي يسبني ويسب غيري ويسب غيره كأنه والغريبة أنه نظرية المؤامرة هذه في الجزائر صارت كارثية صارت كارثية والسلطة تشجعها وتدفع عليها ونظرية المؤامرة إذا كان تمت المبالغة فيها راهي سكين ذو حدين يذبح علي الجهتين إذا قلت ما كانش تذبحك وإذا قلت كائنة وبالغت فيها تذبحك الدول تتآمر على بعض الدول مصالح ومصالح مضادة هذه موجودة ولكن أنك تعيش شعبك في جوتع مؤامرة المواطن الجزائري اللي يتحدث له هذا عميل هذا عميل المخزن هذا عميل القطر هذا عميل التركيا هذا عميل السعودية هذا عميل كذا وكذا وكذا ويبدو يوزع العمالة آلا فهذا أنت الهنارك تدمر الوعي الشعبي رايح نتحدث الآن هنا في فرنسا مثلا نحن السلطة الجزائرية قبلتها الإليزي النظام الجزائري يعبد فرنسا كل شي مع فرنسا كل شي مع فرنسا وذرك يجي يقول لك أنت أنور ما لك تعيش في فرنسا نعم أنا جيت عشت في فرنسا ورني عايش في فرنسا ولما جيت خرجت كنت مطارد من السلطات الجزائرية من نظام بوتفليقة جينا هنا لفرنسا وإحماتنا القوانين الدولية مش فرنسا فرنسا عندها معاهدات وافقت عليها قضايا اللجوء وقضايا كذا طبقتها غصبا عنها إذا كان ما تجي تحاول تحرمك منها القانوني ديك لأنها بلاد تعقنون نتفق معها في أمور ونختلف معها في أمور وما أكثر ما نختلف معها ولكن طبق دائما دولة مؤسسات ونشوفه كيفاش تعاملت مع ماكرون فجأة يخرج بيان من رئاسة الجمهورية يقول بأن الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون راه مصاب بالكوفيد إيجابي راه دار التحليل وطلع إيجابي لم يظهر شيء ما اختفاش الرئيس مثل ما حدث في الجزائر آخر ظهور الرئيس كان 15 أكتوبر حتى وأنغي مجلس الوزراء وكذبوا على الجزائريين قالوا مجلس الوزراء وأسبابه كذا وتقنيته وأجندة واش نعارف وكذا وكذا وهي واضحة أنها كذب حتى الربعة وعشرين يعني من خمسة تسع أيام حتى تمدد الرئيس على الفراش ربما راه تمدد قبل لو كانت عنده قدرة على عقد مجلس الوزراء عن طريق فيديو كونفيرانس لدارها ما ترهاش بعد وش يديره يديرك بيان يقول لك راه رئيس الجمهورية راه رئيس الجمهورية دخل في حجر صحي طوعي وكانش حجر صحي غصبا عنك غير المحابسي أي تري أي مواطن أي إنسان أن يدخل يحس بأنه عنده أعراض ولا راهو شك بلي راهو عنده كورونا يدخل في حجر صحي طب مهزوه شي حطوه في الصيلونة هكذا الأمور تمشي مش راح يهزو حجر صحي طوعي صدقناها كان يوم ربع وعشرين أكتوبر منذ ذلك الحين مظهرش شوف فرنسا داروا بيان غدوة راهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو راهو أصيب بكوفيد غدوة فيما سأني دير هو فيديو من محل إقامته البلاس الله راهو في حجر صحي وقال أهدر للفرنسيين سأوافقكم بكل التطورات ها هو جدار الإليزي ها هو اتصل بالناس اللي دي صلى كونتاكت معاهم كل شي واضح ورح أبقى أوافي الفرنسيين بل أنه هناك من تحرك قضائيا ضد مجهول بأنه تم خرق لأنه هؤلاء تعشوا أدى إلى إصابته بكوفيد هناك أصلا من بدأ كيفاش رئيس يصب بالكوفيد الرئيس اللي هو من المفروض يرعى الشعب ويحميه هو يصب بالكوفيد ما حماش نفسه كيفاش رح يحمي الشعب شوف الدولة شوف دولة المؤسسات نحن ماذا يا حل طهوعي بعد ذلك يوم 27 قال لك الرئيس تم نقله إلى عين النعجة لإجراء بتوصية ونصائح من أطيبة راح وراه يمارس في مهام معادي جدا بعدها في ليلة وحدة يقضي يقول لك يوم 28 أكتوبر تم نقل إلى ألمانيا لإجراء فحوسات معمقة وبعد ذلك يختفي الرئيس يقعد أحيان ويجيبونا بايان في 36 كلمة وراه برقيات وكذا لم يخبروا الجزائريين إلا بعد مدة تجاوزت تجاوزت 15 يوم وقية في حدود أسبوعين قالوا بأن الرئيس مصيب بكوفيد رغم أنه جاتوا مراسلة برقية من الملك السعودي قال بأنه صابتوا بكورونا ورغم ذلك رسميا لم يعلن إلا بعدما خلاص انفضح الأمر هذه مهيش دولة مرد الرئيس راه ما شو سر أمن قومي يا جماعة هذه كانت أيامات زمان مرد الرئيس مولاش سر وش من سر وانتديتوا للألماني عالج هناك بل أنه بل أنه جيوشهم الإلكترونية وذبابهم وحشراتهم الإلكترونية عبر مواقع التواصل يقول لك شوف الرئيس ما راحش لفرنسا راح الألماني ما شاء الله هذا هذه العظمة وهو ما عندهش فطرة فقط يقول أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أنه النظام منظومة الصحية أنت أنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقي حب من حب وكره من كرة أحسن منظومة نعم وإن أفصلت كلمة نظام صحي وواقع صحي هناك كانت واحدة المفارقة ولكن أنت ما عندكش حتى مستشفى يعالج يعالج الوزراء ويعالج المسؤولين واحد على مستوى القطر دولة غنية مثل جزائر تروح الألمانيا ويعتبره إنجاز لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله